السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومساء الخير للجميع مرحبا بكم في هذا الفيديو السريع في هذه العجالة يعني حتى أرد عن بعض استفسارات الإخوة حول إلغاء برنامج أريمة للهجرة إلى الكيبك أو برنامج تصريح بالمصلحة كما تشاهدون في هذا العنوان أزيد من 18 ألف ملف في هجرة للكيبك تنتظر الدراسة نعم هذا حسب ما صرح به وزير الهجرة في الكيبك السيد سيمون جولن باغت وهذا السبب يعود إلى الملفات القديمة منذ سنة 2005 التي لم يتم الإنهاء من معالجتها لذلك فعملية معالجة الملفات الهجرة الخاصة بالتصريح بالمصلحة والمسمى بأريمة تبقى معلقة مؤقتا إلى غاية إنهاء معالجة الملفات إذن الخبر الحقيقي لم يتم إلغاء برنامج أريمة برنامج أريمة لا يزال سري مفعول التسجيلات لا تزال سرية المفعول فتح البروفايل لا يزال سري المفعول كذلك ملء استمار تصريح بالمصلحة لا تزال سرية المفعول يمكنكم عمل أي تحديد على بروفايلكم الخاص بالديكلاغاسيو دانتغي أو اكسبورشن اف انترست على منصة أريمة كل شيء مفتوح ولا مشكلة فقط تلك الملفات الخاصة بالديكلاغاسيو دانتغي التي تم إدعوها في الأشهر القليلة الماضية سوف يتم تجميدها مؤقتا إلى غاية انتظار دراسة الملفات العالقة أو الملفات القديمة لأن حسب وزير الهجرة هناك طلبات منذ سنة 2005 يمكنكم الاطلاع على الخبر الرسمي من هذا الرابط بالضغط على هذا الرابط ومشاهدة الفيديو الخاص بوزير الهجرة لتسمعون الخبر رسميا ومؤكدا من وزير الهجرة بنفسه السيد سيمون باغذ الرابط تجدونه في الموضوع أسفل هذا الفيديو إذن هذا ما أردت إفادتكم به في موضوع اليوم إن شاء الله سوف تجدون الموضوع مفصلا لا تنسوا أحبائي إخواني الاشتراك في القناة بالضغط على سابسكرايب أو سابوني وكذلك الاشتراك هنا في الموقع بالضغط على متابعة وسوف نسعد دائما باستقبال طلباتكم واستفتالتكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته